احنا هننرمالايزو اه بزق الفيفوريت كوين بتاعي في الحياة وهو ربع جنيه مخروب اللي مالوش بديل في اي انحال العالم مهما دورت ويونيك ديزاين فدايما كنت بتسأل ليه الربع جنيه مخروب اصلا فقال لك بقى ايه ان طبعا قال لك لشان يعانوه المؤكدة فبتتقال الريفرنس تاحا قال لك ان هو زمان كان السودانيين كانت مصدوا سودان بلد واحدة طبعا كان السودان بيلبسوا ايه سروال بحبل كده اللي هو وان سايز قد كده اهو كله ايه بيربط وبيخلع فكانوا بيعلقوا كان عندهم كوينات بقى سوداني ولا كوينات دهب ولا مش عاقف ايه كان السلوة بتاعهم هو بيعلقوا في الخدة فعملولهم الربع جنيه مخلوم عشان يخلهم يادوبتوا العملة دي اللي تتعلق بنفس الطريقة طبعا ملوم غير مؤكدة بس تتميكس لان السراويل حقيقية وان مصد سودان كباد واحدة حقيقية وان اقول ما شفتوا كويب مخلوم غير ده فبس سوى فعلا ما فيش اي كوي مخلوم في العالم والله ما شفتوا ما شفتش غضب يمكن يكون فيه بس انا مش فاكر يعني انا بقدر انه يونيك ديزاين جدا يا بحبه وانت بتحبه ليه بقى يتحكي انك قصة تحبه ده لا والله خلال بحيس انه فعلا يونيك ديزاين لا احكي انك قصة تحبه ده وانا صغير خلال ومدرسة كنت فيه اوقات بحاول اللي اشتغل اي شخص اي عيل عبيد انه كان ايه ده في الابتداء يعني الناس اكتشفت الملك وكتابه ويقعدوا يعملوا كده وكانوا فرحانين قوي فكان ساعتها طبعا ما فيش كان اكتر حاجة ربع جنيه وكانش فيه جنيه كوينه فكل الكوينات فيها ملك وفيها كتابه وانت لما بتطرح السؤال على واحد ملك ولا كتابه وكده ومسك الكوين في ايدك في بتاع سبعين في المين هو يقول ملك لان ملك بالنسبة لطفل احلى من كتابه فيه مقصدي وده ما الناس برضو لما تقول لها كزا ولا كزا تختار اول واحدة بالزابط لانا ما كنتش عندي العقلية دي انا كنت بس باخد بالي انهما بيختاروا ملك فكنت بخيرهم فيقول لك ملك وما عامل كده ايه كتابه وانا كسبت عم تراني بقى على حاجة عم بقى بس باخد عشان الروبك نيم مكتابه بس عشان هو مكتابه وشه وضعه ايه خلو هم مش باخدين بالهم بس فدي اسباب حب بس فرقنا دلواتي يا بنيل